زعت الأمم المتحدة مساعدات إنسانية على 42 ألف شخص في الضواحي الشرقية لمدينة الموصل بعد أن تعذر عليها ذلك على مدى الأسبوعين الماضيين لأسباب قالت إنها أمنية وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن المساعدات شملت مواد غذائية وأقراص لتنقية المياه وصفائح لنقل الماء ومستلزمات للنظافة مؤكدة أنها المرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين تسمح فيها الظروف الأمنية للمنظمات الإنسانية للوصول إلى الأسر التي تعيش في ضواحي شرقي الموصل ومعظمهم في حاجة مسا إلى المساعدة